هبوط حاد للريال وصعود مخيف للأسعار وما بين الصعود والهبوط المتلازمين يخنق الوضع الاقتصادي للملايين ملايون اليمنيين الذين تكالبت عليهم الميليشيات مسنودة بأخطاء قيادات تحولت لخطيئات ليغضو الشعب محصورا بين الموت والموت الموت الفوري برصاصة قناص أو لغم أو قذيفة أو صاروخ أو طائرة مسيرة أو الموت البطيء بخطيئات الأداء الكارثي للمسار الاقتصادي الذي ترك من ناحية في متناول يد الميليشيات تضرب عصبه النفطي وقت ما تشاء وسلم في مناطق محررة لتشكيلات لا تؤمن بغير فوهة السلاح فوجهت بمنع الإيرادات لخزنة الدولة لتفعل بها ما تشاء وما بين الموت والموت يتساءل المواطنون عن موقع حكومتهم وشرعيتهم وتساؤلات ما قبل الموت تأتي أعلى صوتا ولا تبالي كثيرا بحسابات السياسة ومحاذير السياسيين يتساءل اليمنيون عن سر الأداء الذي لا يرقى ولا يرتقي لمستوى الكارثة المحققة وعن سبب التأخر في استخدام جميع أساليب الضغط وكل ورقة والشرعية إن أرادت بيدها كثير من الأوراق كما يقول المراقبون بيد الشرعية إن تعاملت وفق خطورة اللحظة الراهنة التي لم يعد فيها مجال للمناورات أن توجه ضربات للميليشيات وأن تسحب البساطة من تحت أقدام التشكيلات وأن تضع خياراتها على الطاولة بوضوح أمام شعبها وحلفائها ليصبح الشعار الفعلي للمرحلة وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا وليس أقبح عارا من ترك الشعب يموت ببطء ويخنق على مراحل فيما الميليشيات تمنح التسهيلات وتطلق يدها في الموانئ والمطارات وذلك وضع ليس غريبا أن يكون ضمن ما يتردد عنه من تساؤلات لماذا يكافأ القتلة ويعاقب المجتمع؟